موسيقى ضفاف الساحل الغربي للسعودية تقف اليوم شاهدة على انطلاق عمل سيمتحن حدود قدرات الإنسان التصميمية والفنية إنه مشروع البحر الأحمر الذي سيبتكر قواعد جديدة في عالم الإنشاءات والتطوير المستدام تضم المرحلة الأولى للمشروع المقرر أنجازها عام 2022 أربعة عشر فندقا فخما بإجمالي ثلاثة آلاف غرفة تشيد على خمس جزر إضافة إلى منتجعين على الساحل في منطقة الجبال والصحراء إلى جانب مراس لليخوت ومطار مخصص للوجهة ليكتمل المشروع كلياً عام 2030 بثمانية آلاف غرفة فندقية متفرقة على 22 جزيرة من أصل 90 لتبقى الجزر الأخرى جزراً بكراً غير مطورة هي تصاميم عصرية حديثة جداً جداً مميزة وفريدة من نوعها يعني ما تشوفينها في أي مكان في العالم مستوحات من البيئة المحيطة للمشروع مثل الجبال، الكثبان الرملية والمرجان ونقدر نوصفها بأنها مباني خضراء ذكية تعتمد على التكنولوجيا والطاقة المتجددة لكن في نفس الوقت مندمجة مع الطبيعة بشكل كأنها جزء منها أعمال الإنشاءات تتسارع في مواقع عدة في المشروع يوم لاسيما البنى التحتية والمرافق الضرورية مع ترسية عقود فاقت قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار حتى الآن أنتم تنظرون الآن إلى عشرة مباني يتم تشيدها من قبل شركة أمانة السعودية للمقاولات والتي قامت ببناء مصنع لها في المملكة وهذه مباني مسبقة الصنع تأتي كوحدات مكتملة ويتم تركيبها في الموقع ققطع الليغو كما قمنا بتلزيم عقد المطار كمشروع مشترك ما بين شركتين اسما والمباني وفي المنطقة هناك بدأت شركة البواني للتوي بإنشاء مئتي منزل ومبدا سكني أحد أهم ما يميز مشروع البحر الأحمر عن غيره كونه وجهة ذكية تقدم لقاطنيها 52 خدمة ذكية عبر منصة إنترنت الأشياء والتي تشغل من مركز التحكم داخل المشروع الوجهة الذكية أو المدن الذكية تعني استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة الناس في بيئة معينة عبر عدة مجالات أذكر لك منها مثلا النقل الذكي استهلاك الطاقة الذكي ترشيد استهلاك الطاقة ومراقبة البيئة بالنسبة لوجهة البحر الأحمر مراقبة البيئة شيء جدا مهم لنا بمجالات أخرى مثل الأمن الذكي حماية المدن أو حماية المناطق عبر استخدام أنظمة برمجيات ذكية مترابطة ما بين بعضها لأجل تحسين تجربة السكان فالمشروع يشق لنفسه فعلا طريقا إبداعيا في عالم التطوير المستدام سيشكل تجربة فريدة من حيث التصميم والتنفيذ يحتذى به مستقبلا في إنشاء الوجهات السياحية الفاخرة المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر